حمزة يوكر تكلمنا عن تفاصيل القهوة وإعداد القهوة والجبنة في السودان أستجيل القهوة لي لطوائل طبعا عشق لا يوصف رايك شون نمشي لحتة تانية نمشي لحتة تانية لكن على ذكر تفاصيل عادات التقاليد السودانية تختلف من منطقة لمنطقة أخرى خاصة منطقة أخرى خاصة فيما يتعلق بعملية تفاصيل الزواج والتقاليد اللي بتكون مصاحبة والمراسم الكلي نشوف مراسم أخرى لحلفة من ثم نعود مشاهدينها تسيسروا على أفرح السودانيين وعلى مناسبات الزواج عندهم على وجه الخصوص الكثير من العادات والتقاليد التي تختلف من ديات لأخرى من شمال السودان إلى منطقة حلفة الجديدة كان تهجيرهم بحضارتهم وفنونهم انتغل الحلفة ويون إلى هذه المنطقة وظلوا متمسكين بتراثهم الضارب في الجذور جاءوا بكل ما ورثوه من أرض الآباء بمورثاتهم الثقافية والاجتماعية تاركين وراءهم حنين الديار والنيل الذي لا زال يبكونه حتى في مناسباتهم التي يمثله ومصدر تفاولها فالحلفويون كغيرهم من السودانيين تبدأ طغوس الزواج عندهم بالخطبة فمجرد أن يبلغ الولد سن الحادية عشر من عمره يختار له أهله بنتا مناسبة تكون له زوجة المستقبل وهي عادة ما تكون بنت العم أو الخال أو إحدى بنات الأقربين ويتم حيز البنت بصورة مبدئية وينشأ الطرفان وهم على علم بأنهما سيكونان زوجين عند دخول الخطبان مرحلة الزواج تبدأ الطغوس بليلة الحناء والتي تسبق ليلة الزفاف بيوم واحد حيث تبدأ مراسم الحناء بالنسبة للعريس لمسح باطن قدمه وأصابعه بالزيت الهندي أو المحلبية ثم توضع الحناء عليها وتقوم بهذه المهمة سيدة متقدمة في السن من أقرب العريس ولكن الوضع حاليا اختلف تماما وباتت الفتيات من يتولينها وتصاحب تلك المراسم أهازج الفرح التي تقوم على مدح أسلاف العريس بعد الانتهاء من طغوس الحناء تبدأ حفلة الرغص والتي يقودها لفيف من المغلين المهترفين والهوات ويمثل الدفء والطار وهو آلة شعبية مصنوعة من إطار خشبي عليه قطاء من جل الغنم مجدود عليه الإيقاء الشعبي الحاضر في كل مناسباتهم رغم دخول الآلات الحديثة في الغناء ويتميز الحلفويون بتنظيم حق العرس تنظيما جيدا حيث يقف الضيوف في دائرة واسعة يكون الرجال في الجانب وتتمع النساء بالجانب الآخر وهناك رأسات خاصة لدى الحلفويين يؤديها الشباب من الجنسين ويستمر الحفل حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي هذا ما كان متعلقا بليلة الحناء أما ريلة الزفاف وتبدأ بطغوس الجرتق التي تحتضمها ساحة منزل العريس وتبدأ الطغوس بجلوس العريس على بصات أو برش أحمر وبجانبه عدد من الأواني الخشبية التي تحتوي على مسحوق الصندل والمحلب وفي خضم قناء نسوة المصاحب لتلك الطغوس تقوم إمرأة متقدمة في السن أيضا لتضميخ راس العريس بالزيوت المعطرة ثم تنظر فوقه مسحوق الصندل والمحلب وتسمى هذه العملية بالجرتق ثم يقوم زملاء العريس العازبون بغمس أصابع في زيت الصندل ثم يستنشقونها تفاؤلا بالمناسبة كل ما تم من طغوس ومراسم متعلقة بالزواج من فناء ويرتق كانت داخل منزل العريس بعدها يتم التحرك إلى بيت العروس في موكب حاشد أو سيرة كما يقض عليها ويقودها ريال الطرق الصوفية بأناشيدهم المعروفة أو فرغة غنائية تكون في مقدمة الموكب وتتوقف السيرة على مراحل عند مسيرها إلى منزل العروس حنين الحلف ويون إلى ديار الآباء لم يات من فراغ وطغوس الزواج تجعلهم يجترون شريط الذكريات بأرض شمال وهنا افتغذت بعض الطغوس التي كانت من أهم الطغوس والمراسم بالنسبة لهم كالمسير إلى النيل والذي يمثل قمة التفاؤل بالزواج وطول فترة الاحتفالات وافتغاد الآلات الموسيقية التغليدية وقضع جريب النقل الأخضر لسه نحن في ربوع الوطن الحبيب